موسيقى رجعنا مرة تانية مع كل مشاهدينا والجزء التاني وهنا ما سبيرو في الحقيقة نهبدأ هنتكلم على الملف الصحي في الحقيقة في الفترة الأخيرة احنا حاسين ان فيه طفرة كبيرة وفيه تغيير في المنظومة الصحية كلها بكل مؤسستها سواء المؤسست المتعرف عليها لدى المواطن او احيانا بيكون فيه بعض المؤسستات بتعمل المواطن مش حاسس او مش عارف هي شكل الخدمات اللي بتقدمها ايه ولكن في الاخر بيبقى فيه امتنان ان الخدمة بتوصل للمواطن بالشكل المباشر ليه فيه كتير من الهيئات اكيد احنا عارفين ان فيه هيئة التأمين الصحي دي هيئة فعلا بدأت بتاخد اه سنوات ولكن لان هي فيه خطة زمنية موضوعة لكتير من المحافظات بدأت وان شاء الله فيه استكمال لها فيه كمان هيئة عامل الاعتماد والرقابة الصحية نتعرف اكتر الهيئة دي ايه طبيعة عملها تم انشاءها من سنة كام ايه الاعمال اللي عملتها ايه الانجازات اللي حققتها كل ده انتعرف عليه من ضيفي اللي منورني في الستوديو دكتور اسلام ابو يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك قبل ما نبدأ احوالنا طبعا لازم يعني اتقدم بالتهنئة والشكر للهيئة لان فيه حصول الهيئة على الاعتماد الدولي وشهد التمييز المؤسسي بالنسبة لمصر كهية نمرة واحد ده في مصر وافريقيا اثنين وشرق اوسط تلاتة والحمد لله طبعا ده دي حاجة عظيمة لكن في الاول عشان المواطن يفهم معنا دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة ايه وانشئة سنة كام وبتعمل ايه تمام انا يعني بأكد على الكلام اللي حضرتك قلت عليه ان المواطن بيلمس التحسن اللي بيحصل في الخدمات الصحية يمكن قبل حتى ما اتكلم عن تأمين الصح الشامل ونظام التأمين الصح الشامل لانه مش موجود في كل المحافظات لسه بس هو اي مواطن من اللي كانوا بيقدموا القرارات او بيحاول يتعالج على نفقة الدولة قبل كده وكان بيحتاج انه يشوف وسطة علشان يطلع او ياخد قرار علاج عن نفقة الدولة الموضوع بقى سهل دلوقتي جدا وبقاش فيه الوسطة ولا الكلام ده خالص لا وكمان القرارات دي زمان كان هيعمل عملية بقرار على نفقة الدولة ممكن كان يقعد شهور طويلة في انتظار العملية بتاعته لا دلوقتي النظام قوائم الانتظار او مبادرة رئاسية لقوائم الانتظار قضت على الفترات الانتظار الطويلة دي خالص دلوقتي المواطن بينتظر اسبوع ولا اتنين كانوا بيعمل العملية بشكل خاص كانوا بيدفعها من جيبه يعني اللي بأكده كمان ان الدولة هنا مشية في خطين متوازيين خط الاكثر استدامة هو الخطة طويلة المدى وهو منظومة التأمين الصح الشامل اللي هي بتغطي نفقات العلاج بتاعت المواطنين جميعا في جميع الاوقات في جميع المحافظات ضد جميع الامراض المنظومة دي بتتنفذ في مصر في مراحل بجدول زمني فيها دلوقتي شغالة في محافظات المرحلة الاولى وبعدين تباعا هتتعقل والحمد لله في رضا في المحافظات اللي تم تطبيق فعلا من المنظومة فيها في الحالة بنسمع رضا مواطنين كتير عنها احنا بالارقام سواء ارقام نحن واحنا جهة مستقلة صحيح جهة حكومية لكنها جهة مستقلة الارقام بتقول ان فيه متوسط رضا معقول جدا في المحافظات دي وحتى لو جينا ناخد متوسط الرضا اللي ايساج منظمات تدبع المجتمع المدني مش حكومية كانت ايسى قبل وبعد يمكن هم كانوا قيسين قبل تطبيق المنظومة وبعد في فرق كبير يعني لما نلاقي ان متوسط رضا المواطن في بورسعيد عن مستشفات الحكومية تحديدا كان حوالي 18-20% في المتوسط قبل تنفيذ المنظومة والمنافس المواطن فوق 80% دي قياسات جهة منظمة مجتمع مدني ده ماشي على فكرة مع قياساتنا في الهيئة هو الحاجة التانية اللي عايزة اقولها ان في الدولة مش بس معتمد على ده لان بقى المحافظات فيه محافظات لسه قدامها وقت فالحلول العاجلة اللي بتتنفذ اليوم هي كلها المبادرات الرئاسية اللي بتقع تحت مظلة 100 مليون صحة زي مبادرة قوام الانتظار والقضاء على كثير من الامراض زي فيروس سي اللي بالفعل تم القضاء عليه وامراض اخرى اللي بيلمسها المواطنين في جميع المحافظات دور بقى الهيئة العامة لإعتماد الرقابة هل انتم بتشوفوا بس مدى رضا المواطن بتشوفوا الخدمات المقدمة ليه ولا ايه دور الاساسي الهيئة العامة لإعتماد الرقابة الصحية هي احدى ثلاث هيئات ثلاث هيئات صدر بهم نظام قانون اللي هو نظام التأمين الصحي الشامل هيئة هي مسؤولة عن تقديم الخدمات التأمينية وتتبع الاشراف العام لرئيس مجلس الغزراء وهي هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة تقدم احدى مقدم الخدمة تعتبر الاماكن المحتاجة الرقابة دي طول الوقت عشان نشوف ايه المستوى ما يكونش بس فيه زيارات متحددة لا احنا لنا فرع في كل محافظة من المحافظات اللي دخلت دي الفرع ده فيه فريق بيعمل زيارات متحددة ومعلنة وزيارات غير معلنة بالاضافة الى ان فيه بيانات معاناة بناخدها منهم بشكل منتظم فالرقابة المنتظمة والمجتمرة دي دي حاجة بتميز هذه الهيئة عن كثير من هيئات الاعتماد الممثلة في العالم الرقابة على المنشآت أو الخدمات المعتمد والمشكلة بالزبط المواطن بقى يوصلوك ازاي؟ او المواطن انتو بتوصلولو او لو فيه شكوى ما هو الرقابة دي يعني معناها ان لو فيه حد مش حاسس بالخدمة دي هيتوجه لمي يتوجه ليكو انتو؟ هو لان احنا لان المواطن يعني هيبقى صعب بالنسبة له انه يعرف الهيئة دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه ففيه الشكاوى منظومة فيه منظومة او بينسامها CRM أو Customer Relationship Management او منظومة خط الاتصال خط الساخن بتاع منظومة التأمين الصحي الشامل الخط ده المواطن لما بيتوجه ليه بشكوى؟ بتوصل لنا بتوصل لهايئة التأمين الصحي الشامل ومع ذلك برضو المواطن يقدر يوصل لنا بشكل مباشر عن طريق موقع الالكتروني للهيئة او عن طريق اي من فروع الهيئة فيه مواطنين بيقدموا شكاوى في المقر الرئيسي اللي هيئة في القاهرة فيه مواطنين بيقدموا شكاوى في فروع الهيئة في المحافظات اللي دخل فيه التأمين الصحي الشامل وفيه طبعا بيتوجهوا الخط الساخن وفيه منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لان فيه تعاون وتكامل بين كل اجهزة الدولة دي بعد كده بيتم فلترة الشكاوى يشوفوا كل شكاوى بتخص انهي جهة بالضبط فمنظومة الشكاوى الحكومية لو مواطن توجه اليها بشكاوى هو رقم واحد بيوجه للجهة الاختصاص واحنا بنعلم بالشكاوى اللي في محافظات التأمين الصحي الشامل او في المنشآت المعتمدة والمسالكة طب انتو الهيئة بدأت عملها من حوالي ثلاث سنوات؟ نظبوط الهيئة بدأت او قانون التأمين الصحي الشامل هو قانون صدر في يناير 2018 الهيئات تم تشكيلها في نهاية عام 2018 وبدأ العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل او بدأ تسجيل اول مواطن كان في بور سعيد في منظومة التأمين الصحي الشامل كان في منتصف عام 2019 فاحنا بنعمل منذ ذلك الوقت ام كان الجيزة اللي حركت افضلتي وكنت او يعني الشهادة اللي احنا حصلنا عليها حركت كنت باركلنا بيها هي شهادة لان احنا الفترة اللي فاتت دي كلها كنا بنبني الهيئة زي ما بقول فروم سكراتش من مجرد قرار القرار ده تابعوا انه بقى فيه مقر وبقى فيه موظفين وبقى فيه نظم عمل مكتوبة وفيه خطط عمل مكتوبة وفيه مرأبة اداء ومؤشرات للاداء فيه نظام من اول التخطيط الاستراتيجي الخطط التشغيلية نظم العمل في الادارات والتوظيف العمالة اللازمة كل ده بقى مكتوب وموجود وتم مراجعته من مقيمين دوليين تلات مقيمين من تلات دول مختلفة وتم مراجعة ده في لجنة مختصة في الجمعية الدولية لجودة الرعاس حالي الاسكوا وتم منح الهيئة شهادة التماريز المؤسسي او الاعتراف بيها ككيان مؤسسي يعمل وفق نظم ومعايير الاسكوا ده طبعا بيكلم لوحده من غير ما احنا نسأله ونقول ان قد ايه كان فيه عمل على قدم وصاق عشان نوصل للتميز ده حتى ان فيه منصة تعليمية متخصصة هتكلم فيها بقى مع حضرتك ولكن نشوف تقرير الاول مع كل المشاهدين ونرجع مرة تانية طبعا احنا شوفنا دكتور اسلام ده شهد التأدير لكم للمؤسسة يعني الهيئة كلها وفخر لنا كلنا كمصريين اللي حصل ده حصل وكاننا شايفين التقييم من يعني نقول مؤسسات او دكتورة مش مصريين كمان هي دي مؤسسة دولية وطبعا احنا بنعتبره فخر فعلا لمصر عشان مكانة مصر العالمية يعني احنا اول دولة اي مكان تاني دولة في افريقيا بعد جنوب افريقيا بس كان في دولتين عربيتين كانوا حصلوا على هذه الشهادة لمؤسسات الاعتماد الصحية الخاصة بيهم كانت المملكة العربية السعودية والاردن الشقيق فاحنا ما ينفعش احنا لازم يمكن احنا بنتميز عن الكل دول احنا اصغر مؤسسة او يعني عايزين نقول ان المؤسسة في عمرها احنا بعد ثلاث سنوات ونصف من انشاء المؤسسة حصلنا على هذه الشهادة وهذه السابقة ما حصلتش ولا اللي حصل على هذه الشهادة في العالم اربعين مؤسسة اعتماد عايز اقول لك ان لو انا بكلم على الطبيب المصري هو من امهر الاطباء على مستوى العالم العالم كله مش بس بكلم افريقيا او شرق اوسط ولكن احنا كان بينقصنا السيستم التيمورك هل ده اللي احنا هنقدر نسيطر عليه وهو دفعا احنا على اساسه اخدنا الاعتماد هو ده كان هدفنا يعني احنا احنا حطينا احنا عملنا خطة استراتيجية مع بداية الهيئة هي انتهت دلوقتي كانت من 19 ل 22 الخطة الاستراتيجية دي كان احد اهدفها هو حصول الهيئة على اعتماد الاسكوى للمؤسسة الهدف ده كان ليه سبب محدد يعني هو ان يبقى فيه عندنا نظم قابلة للاستدامة نظام عمل سيستم زي ما حاجبت قولي قابل للاستدامة ليه كنا نحطينه في الوقت ده لان هو مجلس الادارة في الهيئة بيكون عمره وفقا لقانون 4 سنوات قابلة للتجديد مرة تمام فال4 سنوات علشان لو هيحصل تغيير لازم نكون سايبين حاجة قابلة للاستدامة حاجة ممكن تسكن هي خطط بيتم وضعها واي حد بيجي اي تغيير بينفذ الخطط دي او بيستكملها بزاعة عشان قام نبتديش من الاول وهذا النظام هو نظام هيستمر لانه مكتوب وموثق ومعتمد تغييره مش هيكون ساكل الا في اطار برضو محاكم للتغيير ده فدي اهمية الموضوع ان الهيئة دلوقتي فهم نظام الموظفين دلوقتي بيعملوا وفقا لنظم عمل وسياسات واجراءات مكتوبة في خطط ومؤشرات اداء بتتقاس اللي هي الحتة اللي كنا بنفتقطها دي حتة السيستم فاحنا الحمد لله دلوقتي قدر اقول بقلب جامد عندنا سيستم والسيستم ده يعني تم التحقق من وجوده من خبراء جانب الحمد دي حاجة مبشرة طب لو بنكلم على المنصة التعليمية المتخصصة للمعامل انا متخيلة من العنوان كده ان انا المواطن يدخل يشوف افضل معمل ايه المعمل المتخصص في النوع معين من التحاليل ولا ايه لان دي مفروض دي اخر حاجة اخر انجاز عملتوه احنا احنا لاننا بنصدر المعايير احنا اصدرنا معايير للمستشفيات والموحدات الرعاية الصحية الاساسية والمعامل ومراكز العلاج الطبيعي والمراكز الرعاية اليومية والمراكز المتخصصة لمنشئات متعددة احنا مش بس نحط المعايير ونروح نقيم فده ينجح وده يا ربنا ما وفقوش لا احنا كمان عايزين نساعد الناس بطريقة ما يكونش فيها تضارب مصالح فعلشان نساعد الناس لاننا عايزين نوصل المعايير دي حطينا المعايير للناس كلها مجانة ووجود على الويب سايت او الموقع الالكتروني للهيئة مجانة وعملنا بدأنا نعمل زي الاكاديمية يعني هي دي نواة الاكاديمية يعني المنصة دي نواة الاكاديمية للهيئة العامة الاعتماد ورقابة الصحية للمعايير بدأنا بالمختبرات او معايير مختبرات الطبية باننا عملنا المنصة دي وهنا كان فيه تعاون مع القطاع الخاص مع قطاع خاص برضو مع جهة احنا لا بنا اعتمدها ولا بالرائب عليها ولا وارد ان انا نعتمدها والرائب عليها شركة تصنيع عدوية كان الهدف من الموضوع اننا ما نكلفش موازنة الدولة ولا جنيه فديت عملت بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي بيننا وبين القطاع الخاص عملنا المنصة دي اللي تكلفت ملايين يعني احنا الحكومة لم تتكلف فيهم ولا جنيه لكن هي للمتخصصين ولا لأي مواقع موجهة للمتخصصين في التحليل الطبية علشان يعرفوا المعايير دي زي طبقوها ايه هي المعايير بتاعت شغلهم وازاي طبقوها وهي منصة تفاعلية بمعنى ان هو بيشوف بس مش الزمية يعني ما فيش الزام ان هو يطبق المعايير دي عنده لو حبة لو ما حبش خلاص المعايير الزمية لو هيدخل في التأمين الصح الشامل بس هو عشان يوصل للمعايير لاننا لاحظنا ان فيه ناس بتدخل ما تنجحش هو بتنجحش مش عشان نعرف صعب عشان مش عارف فقلنا نعمل ده طيب ليه بدأنا بالمعامل علشان كذا حاجة من ضمنهم ان المعامل بتدخل في اغلب القرارات الطبية يعني هو الدكتور في المستشفى او في الوحدة او 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 بيبني جزء من قراراته الطبية تشخيصه وخطة العلاج للمريض بيحتاج فيها للتحليل فهي عامل مشترك الحاجة التانية ان هو كمان المستشفيات بتبقى حوكمتها اسهل شوال ومحوكمة بشكل اكبر المعامل خاصة اغلبها معامل خاصة الغالبية العظمى منها خاصة بس لازم فيه شروط عشان المعمل اصلا يتم اعتماد او يدخل معاكو في المنظومة دي وبعد كده يمشي على المعايير بتاعتكو لو عايز يدخل تحت مظلة التأمين الصحيح ده مظبوط والشروط دي محطوطة في كتاب المعايير بتاعتماد المعامل اللي بتغطي كل حاجة عشان نقول هنا اعتمد معمل انا لازم بغطي النواحي اللي في المبنى وتجهيزاته والاجهزة ترى حفظ مثلا العينات لا والنواحي والموارد البشرية اللي فيه وعوامل السلامة والامان اللي فيه لا وبعدين بقى العمليات اللي تخص الموضوع نفسه اللي هو التحليل من اول ما قبل التحليل ازاي بنتعامل مع امر الطبيب او طلب الفحص وازاي بنتعامل مع العينات وازاي بيتم نقلها وحفظها وازاي بيتم التحليل نفسه وازاي بنتحقق من دقة النتائج دقة نتائج الجهاز ودقة نتائج التحليل نفسه وما بعد ذلك ما بعد التحليل ازاي بنراجع التحليل وازاي بنوصل النتيجة لصاحب الشأن سواء كان المريض والمواطن في الحالة دي أو الطبيب اللي طلب التحليل هل أنتو اللي بتقوله أو بتحدده المعمل ده يكون متخصص في ايه أفضل أفضل التحليل اللي نتائج بيطلعها بيطلعها المعمل ده فيبقى المواطن يروح له أنا عايزة برضو أشوف التعامل أو التفاعل مع المواطن بقى بيجي ازاي المواطن بيقدر يعرف المعمل ده معتمد عندنا ولا لا المعمل ده في محافظة وفي أنهي نوع تحليل ولا لا لأنه فيه أنواع كتير من التحليل ولا المعمل ده بيطلع النتيجة هنا أفضل أو متخصص أكتر لا إحنا المعمل عندنا بيبقى معتمد وفقا لنطاق عمل بمعنى المعمل ده بيعمل كيميا بيعمل تحليل بيعمل مثلا يبقى هو بيعمل دول بس ده النطاق بتاعه المواطن بيثق فيه طالما هو معتمد مننا خصوصا في المواطن المنتفع التأمين الصح الشامل المعمل المعتمد من جهر أو من الهيئة العامة لإعتماد رقم صحيح بيضويه هو اسمها بالانجليزي الإختصار بتاعها جهر اللي حاصل على هذا الاعتماد هو معمل يثق فيه وفي نتائجه والطبيب كمان يثق فيه وفي نتائجه ويقدر يبني على قرار طبي وهو متطمن طب هاي دي برضو حاجة مباشرة جدا ومطمئنة لكل المواطنين هطلع مع حضرتك ومع كل مشاهدينا تقرير مرة تانية ولسا نستمرين طبعا فيه مشروعات كتير قومية جديدة عملها سيادة الرئيس تشجع على الاستثمار وتزيد من فرص الجاذب للمستثمرين في مصر تعمل مشروعات كتير وطبعا من اهم الامثلة اللي احنا ملاحظينها على ارض الواقعة طبعا الطرق والكباري في كل مكان يعني انا بحكم ان انا من المعصرة من حلوان عندنا طبعا الاوساطي فرق معنا كتير رابط الدنيا كلها ببعضيها وسهل وصم الاماكن كانت تبقى بعيدة علينا زي 6 اكتوبر زي التجمع وطبعا غيرها طبعا وطبعا من المدن الجديدة الكتير اللي طبعا عملت سيادة الرئيس العاصمة الادارية مدينة العالمين الاسماعيلية الجديدة وبرضو بحكم اننا بنسوف اساسا عندنا برضو بنسوف الجديدة وفيها مشروعات كتير وحتى على مستوى التعليم جامعات ومدارس والله المشروعات القومية اللي بتقوم الحكومة بتوفيرها هي احد اهم السبل لرفع مستوى المعيشة للمواطن العادي فمثلا وجود المشروعات دي هيوفر فرص عمل كتير للمواطنين وبالتالي هيدخل دخل كبير للدولة ودي من احد الحاجات المهمة جدا اللي بيسعى الجهاز الاداري او الحكومي لتسهيل بيها على المواطنين انا شايف ان من اول من رئيس السيسي مسك الحكم ان في تطور كبير من حيث الكباري البنية التحتية العاصمة الادارية الجديدة وده هيخلي يجذب الاستثمار لمنحية مصر فدي حكوة يا سيدي طبعا لا تفرج كبير اقوى في الطرق وفي الكباري وفي الشريعة الكومية وفي النسبة للمشروعات السكنية والتنمية الاجتماعية يعني حدا محترم وفي تطور كبير اقوى في اداء الحكومة وفي اداء الوطن بشكل عام يعني بالنسبة لموضوع المشاريع الكومية والاستثمار بدأنا نفتح مجالات كتير بحيث ان احنا نجلب الاستثمار للبلد الحمد لله في رضا من المواطن على المشروعات القومية اللي منها طبعا التأمين الصحي وحرجع بس مرة تانية ليه المنصة اللي ممكن المواطن يدخل ويتعرف منها على يروح فين ويتوجه فين طب في احتكاك مباشر بينك وبين المواطن لو حاب يسأل سؤال يلاقي حد يجاوب عليه ولا دي لسه مرحلة مجاتش لا هو ده موجود بس واخليني اوضح حاجة المنصة مش موجهة المواطن الموجهة المواطن موقع الهايئة نفسه هنا المواطن لو فيه اي استفسار او سؤال ده ممكن يدخل على مواطن دي زي محبا قلت المتخصصين المنصة موجهة المتخصصين اللي هو الناس اللي بتشتغل في التحليل الطبية نفسها هل هو بقى هي اتجاه واحد لا هي تفاعلية بمعنى ايه انه بعد ما بيدخل ياخد الموديول او الكورس المعين فيه دورة تدريبية معينة يحضرها بياخد شهادة طب هو عنده استفسارات يقدر فيه option اسمه اسأل خبير يقدر يسأل خبير من خبراء المعايير وخبراء التحليل الطبية ويفيده ويرشده يعمل ايه علشان يوصل لمستوى من التميز في الاداة ده فيما يخص المنصة بالنسبة للمواطن المواطن طاقة هو عنده الموقع بتاع الهايئة بس احنا تسهيلا علشان المواطن ما يتوش بين الهيئات الكتير والجهات الكتير فيه رقم واحد ممكن يوصل